بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة آل عمران الدرس الخامس والخمسون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد نواصل الحديث على بيان الفوائد التي تظهر لنا من قوله تعالى ضربت عليهم الذلة إلى قوله تعالى ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ونقول إن من جملة الفوائد من هذه الآية الكريمة أن ما أصاب اليهود من الذلة والمسكنة سببه الكفر بالله وتقتيل الأنبياء ومعصيتهم لله واعتدائهم على الناس ذلك في قوله سبحانه وتعالى ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون فهذه جرائم اتصف بها اليهود الأولى الكفر بآيات الله عز وجل والثانية تقتيلهم لأنبياء الله عز وجل لا لشيء إلا لأنهم جاءوهم بالحق وخالفوا أهواءهم كما قال سبحانه أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون والجريمة الثالثة العصيان عصيانهم لأوامر الله سبحانه وتعالى جريمها الرابعة اعتداؤهم فهم دائما من صفتهم العدوان على غيرهم ويعتبرون هذا أنه حق لهم لأنهم شعب الله المختار وأن من عداهم لا يستحق البقاء وإن بقي فإنه يكون خادما لهم فهذا من اعتدائهم على الخلق وبقيهم على الخلق يوخذ من الآية الكريمة تحذير المسلمين يفعلوا مثل ما فعل اليهود فيحل بهم ما حل بهم لأن هذا ليس قاصرا على اليهود فكل من اتصف بهذه الصفات التي اتصف بها اليهود وهو الكفر بآيات الله والاعتداء على الناس والعصيان لأوامر الله سبحانه وتعالى فإنه يحل به ما حل باليهود لأن الحكم يدور ومن أخذ بأسباب الشر فإن الله سبحانه وتعالى يوقع به الشر ولو كان ينتسب إلى أهل الخير وينتسب إلى أهل الصلاح وإلى أهل الإسلام فإذا اتصف بصفات اليهود فإنه يحل به ما حل باليهود فأمة بدلت دين الله عز وجل بالبدع والمحدثات وأمة غيرت الحكم بما أنزل الله إلى الحكم بالقوانين الوضعية وأحكام الطاغوت وأمه استباحوا ما أحل الله من الربا والخمر والمسكرات وفعل الفواحش أو تجاهروا به ولو لم يستحلوه فإن أمة تظهر فيها هذه الصفات القبيحة فإنها مؤهلة لأن يحل بها ما حل باليهود والنصارى لأن الله سبحانه وتعالى لا يحاب أحدا وإنما هو حكم عدل سبحانه وتعالى ثم قال سبحانه وتعالى ليس سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقيين لما ذكر ما ذكر سبحانه وتعالى من فضائح أهل الكتاب وكفرهم بالله عز وجل وتمردهم على الأنبياء ومن عدوانهم على الناس استثنى منهم سبحانه وتعالى أهل الإيمان الذين لم يتصفوا بهذه الصفات بل اتصفوا بصفات المؤمنين فقال جل وعلا ليسوا سواء أي ليس أهل الكتاب سواء وقيل ليسوا سواء أي هذه الأمة المحمدية والأمم الكافرة ولكن الأول أظهر لأن السياق لا زال في أهل الكتاب ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة من أهل الكتاب الذين هم اليهود والنصارى أمة أي جماعة قائمة أي مستقيمة مستقيمة على دين الله عز وجل وهم الذين آمنوا بالأنبياء وآمنوا بكتب الله عز وجل فمنهم من مات على ذلك قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه مثل عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وغيره ممن أسلم من اليهود وكانوا من قبل على الإيمان لأن هدفهم الحق فلذلك اتبعوا الحق مع الأنبياء السابقين ومع خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم يتلون آيات الله يتلون أن يقرؤون ويتدبرون آيات الله المنزلة في التوراة والإنجيل والقرآن هذا دأبهم أنهم يتلون ما أنزل الله ويتدبرونه ويعملون به وهم يتلون آيات الله آناء الليل يعني ساعات الليل فهم يقومون من الليل فهذا فيه فضل قيام الليل وليس المراد أنهم يقومون ساعات الليل كلها لأن هذا غير مشروع وإنما المقصود أنهم يصلون من الليل ومن قام من الليل فكأنما قام كل الليل وجاء في الحديث أن من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله فمعنى قوله تعالى آناء الليل أي ساعات من الليل ومن قام من الليل فكأنما قام الليل كله وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى لأن الله يضاعف الحسنات حسن بعاشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وإلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته